الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فينبغي أن نفرق بين ما هو من شؤون العقائد والعبادات وما هو من شؤون عمارة الكون وإضاءته شؤون الدولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فما يتصل بشؤون العقائد والعبادات نأخذه كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر لا نتحدث فيه الآن بدعا من القول فقد سبق إليه كسير من العلماء وفرقه بينما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا ورسولا فيما يتصل بشؤون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق وصح نسبته إليه فهذا يؤخذ على النحو الذي بينه صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو المكان كون العبادات من السوابت فمثلا نحن في رمضان لا يستطيع ولا يمكن أن يستطيع ولا يقبل ولا ينظر في أن يقدمه أحد عن أوانه أو أن يؤخذ ولا أن يقدم وقت الفجر ولا أن يؤخذ وقت العشاء ولا أن يقول الصوم من الفجر إلى العصر أو من الظهر إلى العشاء ولا أن يبدل ولا أن يحرف فهذه سوابه كما جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله من بيان لطبيعة الصيام وطبيعة القيام وكل ما يتصل بشؤون العبادات أما ما يتصل بشؤون الدولة وهو ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا وحاكما أو نبيا وقائدا عسكريا أو نبيا وقاضيا للقضاء ما تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة والحكم في آن واحد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحاكما للدولة وقاضيا لقضاتها وكان صلى الله عليه وسلم قائدا لقواتها المسلحات وشرطاتها فتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بصفتين بصفته نبيا وبصفة الأخرى فمثلا نضعب بعض الأمثلة نبين بها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له أو في عواية من أحيا أرضا مواتا فهي له كانت الجزيرة العربية واسعة صحراء مترامية الأطراط وعدد سكان سكانها قليلون ويستوردون معظم حاجاتهم الغزائية والزراعية من خارج المدينة من خارج المدينة المنوعة ومن خارج مكة المكرمة راد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشجع القوم على الزراعة وأن يعطيهم حافزا على ذلك فقال من أحيا أرضا ميتة أو مواتا فهي له في مصر في مصر عصرنا أيضا لو أن دولة من الدول بها وفع ضخمة في الأرض الصحراوية وعدد قليل من السكان وعرض إيسر أو حاكمها أن يشجع الناس وجعل ذلك حافزا لهم فلا حاجة ولا بأس لكن هل هذا هو حكم شعي بحيث يأتي الآن شخص من الأشخاص ويضع يده على مئة فدان أو عشرة أفدين أو ألف فدان أو مليون فدان في بلدي أو في أي بلد ما ويقول أنا استصلحتها فهي لي وبيني وبينكم حديث وعسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له وأنا أحييتها وإن لم تعطوني فأنتم لا تحكمون بما أنزى الله ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكافعون أولئك هم الظالمون أولئك هم فأولئك هم الظالمون ويكفر الناس ويفسقهم نقول له أنت لم تفهم الحكم النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هنا بصفتين بصفته نبيا وعسولا وبصفة حكما ختمت النبوات والرسائل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده بقي شرط اخر من شعوط التصرف وهو ان يكون المتصرف رئيسا للدولة له نفس الصفة الاخرى التي كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انذاك فهذا من شؤون الدول وهذا من المتغيرات وهو من الامور المتغيرة التي تنظمها قوانين الدول ودستيعها واحكامها لا ان يضع كل انسان يده على قطعة وانا لصار الناس الى فوضى لان هذا من الملك العام والامام ابو حنيفة رحمه الله يقول هذا منه صلى الله عليه وسلم تصرف بالامامة اي بصفتي حاكما فلا يجوز لاحد ان يحيى ارضا الا باذن الامام لان فيه تمليكا فاشبه الاقطاعات والاقطاع يترقف على اذن الامام فكذلك الاحياء هذا كلام الامام ابي حنيفة وكلام الامام القرافي وكلام كسر من الفقاء ان هذا يترقف على اذن السلطة المختصة في الدولة سواء كانت في رئيس الدولة او من فوضه من رئيسه او الوزير المختص وليس لاحد ان يضع يده على الارض ويقول استصدحتها فهي لي بل ان من اغتصب ارضا بغير حق فوقه الله بسبع من سبع ارضين في جهنم يوم القيامة لان حرمة الملك العام اشد من حرمة الملك الخاص واذا كان المال الخاص له من يحميه فللمال العام رب يحميه وله دولة تقف وراءه وتدافع عنه ولان من اعتدى على المال العام يأتي يوم القيامة وكل من له حق في المال العام من ابناء الدولة يقتص منه يوم القيامة حديث اخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه فالحارب من قتل قتيلا له سلبه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكيف تصرف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين بصفته صلى الله عليه وسلم نبيا واصولا وبصفته قائدا اعلى للقوات المسلحة انذاك وكان الجنود يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم متطوعين بل كان الواحد منهم هو الذي يأتي في الغالب الاعم بسلاحه ويأتي بخيله اي بفارسه ولذا كانوا في الغنائم يعطون الراكمة صاحب الفارس سهمين والماشي سهما واحدا الراكم سهم له وسهم لفارسه لانه هو الذي يشتر الفارس وهو الذي ينفق عليه هل يأتي احد الناس الان في عالمنا المعاصر فيأسر مثلا صاحب دبابة او مدرعة او نحو ذلك او مصفحة او يخرجون في مراجهة ارهابية مراجهة الجماعات او يخرجون في مراجهة الجماعات الارهابية فيقتل احد الارهابيين فيقول انا اولى بسياراتي وسلاحي ومحموله ونقوله لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تصرف ذلك بصفتين بصفته نبيا ورسولا وقد ختمت النبوة والرسالة اما الصفة الاخرى فهي بصفته قائدا اعلى القوات المسلحة او الشرطة او القوات المسلحة والشرطة فهذا مما تنظمه قوانين القوات المسلحة والشرطة وتضبطه القوانين والدساتيع ولوائح هذه الجهات هكذا يجب ان نفهم كلام النبي صلى الله وسلم ولذا قال ابن القيم رحمه قال ابن القيم رحمه الله من افتن ناسا بمجرد المنقول في الكتب حفظ الكتب ولم يفهم من افتن ناسا بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم وقائن احوالهم فقد ضل واضل وقال الامام القرافي رحمه الله ان اجراء الاحكام التي مدركها العوائد اي التي تبنى على العادات كالطعام واللباس وظروف والمتغيرات وكما ذكرنا في قضية السواك ان العبرة بنظافة الفم وليس بالالة ان اجراء الاحكام التي مدركها العوائد اي التي تبنى على العادات مع تغير تلك العوائد ماذا قال الامام القرافي فهو خلاف الاجماع وجهالة في الدين بل لو خرجنا نحن من من ذلك البلد الذي نحن فيه الى بلد اخر عاداتهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه افتيناهم بعادة بلدهم لا بعادة بلدنا ولو جاءنا انسان من بلد اخرى افتيناه بعادة بلده لانه نشأ ويبي عليها ما لم يرتبط ويتعود على عادات البلد الجديد ولذلك الامام الشافي رحمه الله عندما افت في بعض المسائل في العراق وجاء الى مصر ووجد تغير احوال الناس افت بفتاة وبخلاف ما افت به في العراق نظرا لتغير المكان وعرف مسابه في العراق بالمذهب القديم وفي مصر بالمذهب الجديد والعلماء على ان الفتوى قد تتغير بتغير الزمان او المكان او الاحوال وما كان راجحا في عصر قد يصبح مرقوحا في عصر اخر وما كان مرقوحا قد يصبح راجحا اذا تغير من ظروف الزمان والمكان والاحوال ما يستدعي ذلك نسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا حسن الفهم لسنة حبيبنا في مولد الهادي البشير تنزلت نعم الاله على جبين الكوكب في مولد الهادي 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 البشير تنزلت نعم الاله على جبين الكوكب الله اهدان النبي محمد خير الخلائق فهو سيدنا النبي نسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا حسن الفهم لكتاب ربنا وسنة نبينا ولتعاليم ديننا انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته